النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية تيودروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية وسلم الرئيس السيسي شهادة المستوى الذهبي على مصار القضاء على فيروس سي في مصر مدير المنظمة الحقيقة قدم التهنئة لمصر ووضح أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم اللي بتحصل على هذه الإشهادة وهذا الإشهاد بعد تحقيقها وفي زمن قياسي يعني لم ننجح فقط في القضاء على هذا الفيروس وإنما أيضا في زمن قياسي قصة نجاح الحقيقة يتحدث عنها المجتمع المهتم بعلوم الصحة في العالم يتحدث عنها الناس في العالم قصة الناس عايزة تعمل زيها عايزة تمشي في نفس ذات المصار المصري وبالمناسبة مصر ما بتبخلش على حد ليه؟ لأن مصر قدرت أنها تتحول من كونها خد بالك بقى أعلى أو من أعلى عشان نبقى برضو دقيقة من أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بهذا الفيروس من الوضع السيء المشين ده لدولة عظيمة زي مصر تبقى أنت أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على هذا الفيروس الملعون مدير منظمة الصحة العالمية قال أنه الإنجاز ده مكانش ممكن يحصل بدون التزام كامل هو شخصيا لمس هذا الالتزام من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذا الملف وده على حسب نص ومنطوق كلامه بيقول هو لمس هذا الالتزام من فخامة الرئيس المصري ومن التزام منظومة الصحة المصرية بهذا الأمر الرئيس أيضا الحقيقة بدوره توجه بالشكر له منظمة الصحة العالمية ومديرها العام على الدعم المخلص اللي قدمته المنظمة لمصر الرئيس أعرب عن ساعاته البالغة بتحسن صحة المواطن المصري فيما يتعلق بهذا المرض بالتحديد واللي طالما شكل أزمة مزمنة في الصحة المصرية أتذكر يعني من سنوات قليلة عندما تعهد الرئيس أمام المجتمع المصري بل وأمام العالم في كلمة علنية أنه إحنا هنقضي على فيروسي وكما جارت العادة أوفى الرئيس بوعوده وبعهوده شوف من 2014 والحد اللحظة اللي إحنا فيها لم نرى سوى رئيسا أخلاقيا إلى أبعد الحدود نزيها إلى أبعد الحدود واضحا إلى أبعد الحدود مصارحا إلى أبعد الحدود ملتزما بكل عهد ووعد قطعوا على نفسه من اللحظة الأولى لا ده من قبل 2014 من لحظة ما تعهد الرئيس بحماية مصر وهو وزير للدفاع من وقت ما الرئيس قال اللي هيقرب لها همحيمن على وش الأرض من وقت ما الرئيس تعهد حتى سياسيا تجاه المنطقة بحل الدولتين فلسطين على عاصمة أو القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية الحرة المستقلة ولا ذال هذا الوعد وهذا المصار مستمر حتى هذه اللحظة لا في الداخل ولا في الخارج الرئيس تخلى عننا ولو في كلمة لا تجاه مصر ولا تجاه الشعوب العربية وتبقى مصر عاصمة القرار